موسيقى السلام والله عليكم ورحمته تعالى وبركته مرحبا بكم مجددا أعزائي التلاميذ في درس من دروس العلم الفيزيائية السنة الثالثة إعدادي مصار عام في هذا الدرس سنتناول الوزن والكتلة إذن كوضعية مسألة كالسؤال الأول ما القوة المسؤولة عن سقوط الأجساب وما الجسم الذي يطبقها نقرأ على علب أو أكياس بعض المواد التي نستعملها في حياتنا اليومية الوزن الصافي يعني واحد المقدار متبع بالكيلوغرام إذن لما يعتبر هذا التعبير غير سليم إذن للإجابة على السؤال الأول نعتمد على هذه الصورة التي تبين شخص وهو في سقوط حر إذن تبين هذه الصورة شخص في سقوط حر يعني متجها نحو الأرض إذن سقوط هذا الشخص ناتج عن ماذا؟ إذن ناتج عن القوة المطبقة عليه من طرف الأرض وكما تعرفون أنها قوة عن بعد وهي سبب سقوط الأجساب الموجودة في مجال جديبية الأرض إذن فهذه القوة إذن يعني تسمى أيضاً كنسميها بجديبية الأرض واللي كتشف هذه الجديبية هو إسحاق نيوتون إذن عالم فيزيائي ونسمي هذه القوة من الآن فصاعداً بوزن الجسم إذن هذه القوة المطبقة من طرف الأرض على الأجسام من الأنفسها أيضاً سنقوم نسميها وزن الأجسام للإجابة على السؤال الثاني إذن نعتمد على هذه الصور إذن الصورة الأولى تبين علبة شاي مكتوب عليها الوزن الصافي 200 غرام وفي كيس للدقيق الوزن الصافي 10 كيلو جرام عند التعبئة كما تعرفون أنه في الاستخدام الشائع يشار إلى كتلة جسم ما على أنها وزنه وهذا خطأ لأن في الحقيقة الكتلة والوزن مفهوماني وكميتان مختلفتان فمثلاً في السياق العلمي الكتلة هياج ومقدار فيزيائي مرتبط بكمية المادة المكونة للجسم يعني الجسم اللي فيه كمية مادة كثيرة ستكون عنده كتلة كبيرة الجسم اللي عنده كمية كليلة من المادة الكتلة ديالوك تكون صغيرة وتقاس هذه الكتلة بالميزان ويعبر عنها بالكيلو جرام إذن هنا باش ناخدو الكتلة ونعبروه مثلاً الوزن ونعبروه عليه بالقرام خطأ إذن الكتلة هي اللي ستكتبوه هنا يا عوض الوزن الصافي ستكتبوه الكتلة الصافية حيث قلنا سابقاً أن القوة عن بعد التي تطبقها الأرض على الأجسام تسمى بوزن الجسم إذن كما قلنا سابقاً أن وزن الجسم هي القوة التي تطبقها الأرض على الأجسام شريطة وجودها في مجال جاذبية الأرض إذن إذا كان الجسم خارج مجال جاذبية الأرض إذن فهو بعيد عن تأثير الأرض وبالتالي فوزنه سيكون منعدماً بينما كتلة هذا الجسم ستبقى تابتة مادم الجسم لم يفقد أو يكتسب كمية من المادة لأن الكتلة مرتبطة بكمية المادة إذا ما نقشش ديك الكمية ولا الزادة ولا هذا الكتلة ستبقى في القيمة ديالها بينما الوزن هو رغد سلوحد الارتفاع معيان إلى بعد نعل الأرض بزاف الوزن سيصبح منعديماً يعني الجسم لم يبقى عنده وزن إذن باختصار أن كل الأجسام المادية التي توجد في مجال جاذبية الأرض تملك كتلة ووزناً بينما خارج هذا المجال اللي هو مجال جاذبية الأرض فإن هذه الأجسام تملك كتلة ولا تملك وزناً إذن في هذه الفقرة سنتعرف أولاً على وزن جسم إذن أولاً تعريف وزن جسم إذن كما رأينا سابقاً يعني أن وزن جسم هو القوة المطبقة من طرف الأرض وكنسميها أيضاً بجاذبية الأرض إذن قلنا هي القوة المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم وسقوط الأجسام ناتج عن هذه القوة وهي إذن قوة عن بعد نرمز إليها دائماً بالمتجهة لأن الوزن بالفرنسية le poids d'un corps وزن جسم ولشدتها بالحرف P ولشدتها بالحرف P إذن فما هي مميزات وزن جسم؟ مميزات وزن جسم إذن لحديد مميزات وزن جسم إذن نقوم بالنشاط التجريبي التالي كما كتلاحظوا عندنا جسم S معلق بطرف ديرمومتر وكما كتلاحظوا أن الديرمومتر يشير إلى جوج نيوتون يشير إلى جوج نيوتون إذن الجسم معلق بديرمومتر في توازن إذن في سكون إذن السؤال الأول أجريد القوة المطبقة على هذا الجسم إذن لجرد القوة أول خطوة نقوم بها دائماً وتحديد المجموعة المدروسة إذن المجموعة المدروسة دائماً كنجبدوها من السؤال يعني أجريد القوة المطبقة على هذا الجسم إذن المجموعة المدروسة هي هي الجسم S والقوة المطبقة على الجسم إذن كنبدو بقوة تماث كنشوف شناي الأشام اللي هي في تماث مع الجسم كنغين الخيط إذن الجسم يخضع لقوة تماث واحدة وهي قوة الخيط يعني قوة الخيط وقوة أخرى مطبقة عليها من طرف الأرض وهي قوة عن بعد إذن يخضع هذا الجسم معلق إلى قوتين وهما قوة تماث مطبقة عليها من طرف الخيط نسميها مثلا تي يعني اسميناها تي قوة عن بعد مطبقة من طرف الأرض وهي وزن هذا الجسم نرمز له بالمتجهة بي لأن الوزن هو نبوى السؤال الثاني على مدى تدل إشارة الدينومتر يعني ديك جوج نيوتون تدل على ماذا؟ إذن تدل على إذن تدل إشارة الدينومتر وهي جوج نيوتون إلى شدة القوة تي المطبقة من طرف الخيط على الجسم معلق يعني هذه جوج نيوتون هي شدة القوة المطبقة من طرف الدينومتر على الجسم أس إذن السؤال الثاني اعتماداً على الشكل حدد مميزات القوة المطبقة من طرف الخيط تي اعتماداً على الشكل إذن تمكننا نحدد المميزات دي القوة المطبقة من طرف الخيط تي إذن مميزة القوة T. هل شكل مثلاً عندنا يا دونك شنو هما هات المميزات؟ يعني خط نقطة تأثير يعني هي A. إذن يعني أن القوة تطبق في A. نقطة تماس بين المؤثر والمؤثر عليه. وخط تأثير عامودي يعني لاتجاه دي الخيط. فنقول مثلاً عامودي يجسده الخيط. يعني أن خط تأثير يجسده الخيط ويمر من النقطة A. ثم الملحة من A نحو الأعلى لأن الدينومتر يجر الجسم نحو الأعلى. والشدة تي كتساوي جوج نيوتون هي هاتي. ها المميزات ديالتي. إذن السؤال الرابع اعتماداً على قانون التوازن لجسم خاضع لقوتين حدد مميزات وزن الجسم المعلق بي. ده ما أقول له أن الجسم في توازن وخاضع لقوتين. يعني قوة مطبقة عليه من طرف الدينومتر وقوة مطبقة عليه من طرف الأرض. إذن ماذا يقول قانون التوازن فتصدد؟ يعني أن الجسم إلا كان في توازن وهو خاضع لقوتين فإن للقوتين نفس خط تأثير نفس الشدة ومنحيان متعاكسة. إذن بما أن الجسم معلق في توازن وهو خاضع لقوتين بي والدي وحسب قانون التوازن فإن للقوتين نفس الشدة نفس خط تأثير منحيان متعاكسة ومنه فإن مميزات وزن الجسم هي كالتالي. إذن تمكن لسنتج المميزات ديال الوزن. نقطة التأثير هي الجي. الجي يعني مركز تقل الجسم لأن الوزن يعني قوة عن بعد تطبقها الأرض. القوة عن بعد دائما تطبق في الجي في مركز تقل. وخط التأثير لعمودي أو رأسي بمعنى نفس الخط التأثير لت. وبالنسبة لمنحة من الجي نحو الأسفل. كما الوزن يعني بي والتي عندهم منحيان متعاكسة. ت يعني تعالى نحو الأعلى وبالنسبة لبه نحو الأسفل. وقانو التوازن أيضا يقل عليهم أن القوتين نفس شدة ملommes بي قال ملommes ت قال ملن هذا يعني واحد المحاكة لجسم مثلا في سقوط حر يعني تيبين يعني أن الجسم دائما يتجه عمودية نحو الأسفل عمودية نحو الأسفل يعني الأسم دائما فسكة تسقط تتجه عمودية نحو الأسفل إذن ماذا نستنتج إذن من هذا النشاط التجريبي إذن كاستنتاج وزن جسم هو قوة عن بعد تطبقها الأرض على هذا الجسم ومميزاتها هي وهذا الشيء استنتجناه يعني قلنا نقطة تأثير ديال الوزن هي دائما الجي مركز تقل الجسم وخط التأثير هو المستقيم الرأسي أو العمودي المار من الجي والملحة من الجي نحو الأسفل هالثلاثة المميزات دائما كيتعاودوا يعني دائما الوزن كيتطبق في الجي في مركز التقل والخط التأثير دياله دائما عمودي يعني أو رأسي والملحة دائما نحو الأسفل إذن الشدة هي اللي كتغير على حسب الكتلة ديال الجسم وعلى حسب المكان وهذا الشيء غدي نشوفه فيما بعد إذن تقاس هاد الشدة هدي بواسطة الدينومتر ونرمز إليها بالحرف بي يعني لبوا ويعبر عنها في النظام العالمي للوحدات بنيوتون إذن كيف نمثل وزن الجسم على الشكل دابها الشكل بغينا نمثل عليه مثلا الوزن ديال الجسم وباش نمثل أي قوة ضروري يخصي نعرف المميزات المميزات كنعرفوها إذا اللي بتمثير وزن الجسم نختار السلم إذا السلم اللي غنختاره يعني واحد سنتيمتر على الشكل يمثل جوجنيوتون والشي دا عندنا بي كتساوي نيت جوجنيوتون هادات يعني أن الطول ديال المتجهة غايكون نيت سنتيمتر واحد سنتيمتر واحد هو طول المتجهة باش غادي نمثلو بي والمتجهة بي ومن بعد يعني قلنا هاد المتجهة هادي كانت نطالق من الجي مركي يعني نقطة تأثير ديالها وخط تأثير ديالها عمودي والمنحة نحو الأسفل عبرنا عني بدلا فليش وكان نكتب وحدها بيمتجهة يعني أن هاد المتجهة هركات متل غنشوفو ده باشنا هو الفرق ما بين الوزن والكتلة غنبدو بالكتلة وهاتش ديجا درشتو يعني قبل أن كتلة الجسم يعني مقدار فيزيائي يرمز لها بالحرف M هاتشي كتعرفو وحدتها العالمية هي الكيلوغرام كجي والجهاز المستعمل لقياسها هو الميزان وتتعلق كتلة الجسم بكمية المادة المكونة للجسم كما قلنا قبل إلا كانت كمية المادة كثيرة كتلة الجسم كتكون كبيرة وإلا كانت كمية المادة قليلة كتلة الجسم كتكون صغيرة كانت كمية المادة قليلة كمية المادة قليلة كتلة ستكون صغيرة كانت مرروا الوزن الوزن الجسم قوة عن بعد وفاش كانت قوله قوة يعني أرى كي المميزات بربعة من الوزن أرى متجهة يعني كانت له بمتجهة قوة عن بعد التي يطبقها كوكب الأرض على هذا الجسم أو ما يعني بين قوسين تأتي الجانبية الأرض يرمز لشدة الوزن بالحرف P وتقاس بواسطة جهاز الدينامومتر وهذه الشيرة كنت تعرفوه وحدتها العالمية هي نيوتون دونك إلا بغلين نعرفوا شدة وزن واحد الجسم كان على القوة في الدينامومتر إذن الإشارة دينامومتر مباشرة هي شدة وزنه ونخصكم تفرقوه ما بين الوزن وشدة الوزن الوزن قوة وشدة الوزن يعني واحد المقدار عدد كان عبروه عليه بي إذن فقرة أخرى سنتعرفوه على علاقة شدة وزن جسم وكتلته دونك سنرى ما هي العلاقة التي تربط شدة الوزن ديال واحد الجسم بالكتلة دياله ولهذا نقوم بهذا النشاط التجريبي إذن نأخذ أربع كتل معلمة مئة جرام مئتين جرام مثلا تلتمية أربعة مئة جرام نعلق كل منها بدينمومتر لتحديد شدة وزنها لكما نحددوه الوزن ديال 100 قرام نعلقوها بدينمومتر ولهذا النشاط伸 تحت تشوف нуتا انعلقوه 200 قرام كل الدينمومتر سيأ았�ثرت إلى شده الوزن انعلقوه 300 قرام سيأتع Stunde و resonates إذن نتائج الأمصط على اللأ توجط الدينمو متر هلنكوة كثيرة الشدة الوزن ثم النسبة P على M. إذن الكتلة كان نرمز لها بM. شدة الوزن كان نرمز لها بP. لذلك هذه الكتلة نحولها من الكيلو جرام. 100 جرام بالكيلو جرام هي 0.1. 200 جرام هي 0.2 جوج. 300 جرام هي 0.3. 400 جرام هي 0.4. شدة الوزن اللي يعطيها الديرموميتر فاش كان على نقوه فيه 100 جرام هي 1 نيوتون. وبالنسبة 200 جرام يشير إلى جوج نيوتون. وبالنسبة 300 جرام يشير إلى 3 نيوتون. وبالنسبة 400 جرام يشير إلى 4 نيوتون. إذا حسبنا هذه النسبة بP على M. نقسم الشدة على الكتلة. يعني 1 على 0.1. إذن كتعطينا 10. وإذا قسمنا جوج على صفر جوج ستعطينا 10. وإذا قسمنا 3 على 0.3 ستعطينا 10. وإذا قسمنا 4 على 0.4 ستعطينا 10. مزيان. إذن أولاً اعتماداً على هذا الجدول. أرسم منحنة تغيرات الوزن بP بدلالة الكتلة M. إذا نرسم هذه المنحنة سنأخذ شدة الأوزن في محور الأناتيب. والكتلة في محور الأفاصيل. إذن هنا كما تلاحظوا هالسلم التي تعطيكم هنا. كل قسمة هذه بصفر فاصلة 1 كيلوغرام. دونك داباً من هنا التال هنا يعني هي صفر واحد. إذن صفر واحد الوزن ديالها شحال 1 نيوتون. دونك احنا طبقنا للسلم 1 نيوتون. هنا بالنسبة النقطة الثانية هي صفر جوج. صفر جوج يعني الشدة الوزن ديالها هي جوج نيوتون. ونعود تالي صفر ثلاثة ستعطيك ثلاثة نيوتون إلى أخيره. ما طابعة المنحنة المحصل عليه؟ وهذا الشيء رقرته درسته في الرياضيات. يعني أن هذا المنحنة هو عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. إذن هذا يعني ماذا؟ يعني أن شدة وزن الجسم P تتناسب اضطراداً مع كتلته. بمعنى أن هذه المنحنة يلوح دلة خطية. إذن P هي دلة خطية. المنحنة المحصل عليه عبارة عن دلة خطية تمر من أصل المعلم. إذن شدة الوزن يتناسب مع M. إذن كلما تزد الكتلة كتزد شدة الوزن. كنزيد في الكتلة شدة الوزن كتزد. إذن هنا السؤال الذي يجب أن نجاوبه عليه. أحسب معامل تناسب. إذن بما أنه كان واحد تناسب ما بين الكتلة والوزن. إذن يجب أن نحدد هذا المعامل التناسب. إذن يعبر على هذا التناسب بالعلاقة بك تساوي A في M. إذن يجب أن نحدد هذا المعامل التناسب. إذن يجب أن نحدد A. لذلك يجب أن نحدد A فقط نعتمد على نقطة واحدة. إذن يجب أن نقسمه على الأفصل. ونقسمه على معامل التناسب. ونقرنه مع نسبة B على M. إذن كما تلاحظون A. كما قلت لكم تيمكن الكتافي وغير بنقطة واحدة. إذن نعود الحساب بثلاثة أربعة المرات. يعني واحد على صفر واحد. يعني كنقض هنا الأرتوب على الأفصل. واحد على صفر واحد. يساوي عود ثاني هات جوج. بالنسبة للنقطة الثانية جوج على صفر جوج. ثلاثة على صفر ثلاثة. أربعة على صفر ربعة. دائما يساوي عشرة. نلاحظ أن A يساوي B على M. إذن نقل أن معامل التناسب يساوي النسبة التي حسبنا قبل بي على M. وتساوي عشرة نيوتون على الكيلوغرام. لأن نقسمه نيوتون على الكيلوغرام. لذلك الوحدة للمعامل التي نحسبه هو نيوتون على الكيلوغرام. إذن يسمى خارج القسمة بي على M. كنسميه شدة التقالة أو شدة مجال التقالة. إذن ونرمز لها ب J. هات شدة مجال التقالة كنرمز له ب J. ووحدتها هي نيوتون على الكيلوغرام. نيوتون على الكيلوغرام. وهذا المقدار هذا عشرة يعني مرتبط بالمكان الذي نقوم فيه بالتجريبة. يعني إذا غيرنا المكان ومشينا المكان آخر ودرنا فيه تجريبة ما سنحصله على هذا العشرة. سنحصله على عدد آخر. سنحصله على 9.8 أو 9.8 في جميع النسب. إذن يعني هذه النسبة مرتبطة بالمكان. هذا الشيء ما زال سنشوفه فيما بعد. إذن نحن ستنتجنا من خلال هذه الجريبة. يعني واحد العلاقة كتربط ما بين ما بين قلنا هذا الآن اللي هو J. شدة مجال التقالة أو P أو M. لذلك P كتساويش A في M. بمعنى M في G أو G في M. إذن كاستنتاج ترتبط شدة وزن جسم وكتلته بالعلاقة P كتساوي M في G. وهذا ما توصلنا إليه في تجربة السابقة. مع أن P في هذه العلاقة هذه تدل على شدة وزن الجسم وحدتها في النظام العالمي نيوتون. م هي كتلة الجسم وحدتها في النظام العالمي هي كيلوغرام كالجي. والجي هي شدة مجال التقالة وحدتها في النظام العالمي هي نيوتون على الكيلوغرام. والجي هي واحدة تابتة اللي هي متعلق بالمكان. واللي المهم يعني المرتبطة بالبعد الجسم يعني مركز الأرض. هنا سنرى على الثاني كيف تتغير شدة مجال التقالة. يعني ذيك الجي كيفاش تتغير على حسب المكان وعلى حسب ارتفاع المكان هنا كما كتلاحظوا اخذنا مثلا واحد الجسم كتلته معروفة واحد كيلو جرام قمنا بقياس شدة وزنه وكتلته في اماكن مختلفة مثلا في القطب الشمالي واحد كيلو جرام الكتلة ديانو في باريس واحد كيلو جرام في الرباط واحد الدخلة واحد خط الاستيواء واحد يعني الكتلة دائما واحد كيلو جرام واحد كيلو جرام بالنسبة لشدة الوزن، في القطب الشمالي القينات 9.83، في باريز 9.81، في الرباط 9.80، في الداخلات 9.79، في خط الاستيوات 9.78، يعني هنا شدة الوزن تتغير. ننتقل الجد والثاني، كتلة جسم وشدة وزنه في نفس المكان وعلى اختفاعات مختلفة. إذن هنا هاد المرة ما كان غيروش المكان، كان خدموه في مكان واحد بحالة مستوى سطح البحر، شدة وزن الجسم هي 9.83، نيوتون، الكتلة دي الجسم واحد، والارتفاع صفر، يعني في مستوى سطح البحر. في نفس المكان، ولكن هاد المرة غير طافعه بألف متر، يعني واحد كيلومتر، سنجد أن شدة الوزن ستنقش شوية، يعني 9.81، ولكن الكتلة دائماً كتبقى تابتة. وإذا ارتفعنا عودت تاني بعشر آلاف متر، يعني عشرة كيلومتر، الكتلة ستبقى تابتة، شدة الوزن ستزيد نقص 9.97. على سطح القمر، يعني على بعد 300 والقمر بينه وبين القمر 380 مليون متر، بمعنى 380 ألف كيلومتر، إذا الكتلة غلقها دائماً واحد كيلوغرام، ولكن شدة الوزن لاحظه 1.62 نيوتون، يعني الوزن قسم من 9.83 إلى 1.62، ولستمرنا في الإبتعاد عن المكان دائماً عمودياً، يعني في نفس المكان، هذا المرة مثل واحد الارتفاع معين، ما حددناش، المهم يعني كنا خرجنا على مجال جاذبية الأرض، الكتلة ستبقى في واحد، ولكن شدة الوزن يساوي صفر، يعني الجسم خارج مجال جاذبية الأرض، يعني ما كيوصلوش التأثير ديال الأرض. إذا هنا شنو كنلاحظه كنلاحظة، إذا كنلاحظه أن كتلة الجسم تبقى ثابتة لتتغير بتغير المكان أو إرتفاع المكان، الذي نجيز فيه التجربة، الملاحظة الثانية أن شدة الوزن كما لحتون هنا كنتغير تتغير شدة الوزن الجسم بتغير المكان، أو إرتفاع المكان الذي نجيز فيه التجربة، إذا شيء ما هو الإستنتاج؟ إذن استنتاج الأول يعني الكتلة بما أنها ما تغيرش، إذن الكتلة مقدار الفيزيائي تابت لا يتغير بتغير المكان أو ارتفاع المكان. إذن الكتلة معناتش تشع على قلب المكان ولا بأرتفاع المكان. الاستنتاج الثاني أن شدة وزن جسم مقدار فيزيائي متغير كي تغير فهي تتعلق بالمكان أو ارتفاع المكان الذي ننجز فيه التجربة. وباختصار يمكن القول أن شدة وزن الجسم ترتبط فقط بعامل وحيد وهو بعد الجسم عن مركز الأرض حيث هنا فاش نغير المكان يعني ولا ارتفاع المكان را نغير المسافة ما بالجسم ومركز الأرض إلا كبرنا هذا المسافة شدة الوزن يعني كتضعف وإلا صغرنا المسافة بمعنى إلا قربنا الجسم من مركز الأرض كتزاد شدة الوزن دياله إلا هذا الذي هو مركز الجذب إلا مركز الأرض هو مركز الجذب واللي يجبض الأجسام ماشي سطح الأرض فكلما كانت هذه المسافة كبيرة كلما صغرت هذه الشدة والعكس صحيح إلا كخلاصة الكتلة لا تساوي الوزن نظرك إلا خرجنا بهذه الخلاصة أن الكتلة ماشي هي الوزن يعني فماني مختلفان الكتلة لا تساوي الوزن فالكتلة مقدار فيزيائي تابت نرمز إليها بالحرف M ويعبر عنها في النظام العالمي بالكيلوغرام وتقاس بوسيطة الميزان بينما الوزن هي قوة عن بعد شدتها تتغير بتغير المسافة بين الجسم ومركز الأرض ويعبر عن هذه الشدة بالحرف B وتحدد جريبياً بالدينامومتر وحسابياً بالعلاقة ما هي العلاقة؟ هي بي تقال M في الجي بحيث أن بي في هذه العلاقة كتم تدل على شدة وزن الجسم بنيوتون تتعلق هذه الشدة بالجسم وبيبعد الجسم عن مركز الأرض إذن هذه الشدة مرتبطة بالكتلة الجسم وإذن الجسم لديه كتلة كبيرة أو صغيرة وأيضاً ببعد الجسم عن مركز الأرض وبالنسبة للمقدار M يعني الكتلة كتلة الجسم يعني كنعبر عليها بالكيلوغرام وتتعلق بالجسم إذن الكتلة الجسم كتعلق فقط بالجسم يعني ما مرتبطة لا بالمكان ولا بارتفاع المكان بالنسبة للجي شدة مجال تقالى الوحدة دي لها نيوتون على الكيلوغرام وتتعلق ببعد الجسم عن مركز الأرض اللي هو مركز الجنب إذن هذه الجي كنسموها تابتة تابتة المكان يعني خاصة بالمكان غيرت المكان ولكن هنا ماشي بضروري المكان بمعنى على حسب واش غيرت المسافة بالجسم ومركز الأرض أو لا إذن أعزائي التلاميذ إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله